ماذا أصنع؟ قال أنام وإن شاء الله استيقظ الساعة العاشرة وأصلي نريد نطبق الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيه هو عندما نام عن صلاة الفجر واستيقظ الساعة السابع هذا كان بالتفريض؟ لا بغير التفريض الآن معذوب؟ معذوب أصبح في حق هذا الآن وقت صلاة الفجر هو الساعة السابع عندما تعمد ونام من السابع العاشرة تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقول الشيخ بن عثمير رحمة الله تعالى نقول له لا تصلي إن لم نقل بكفره هذا كلام الشيخ بن عثمير رحمة الله تعالى نصا هذا مباب ترهيب تخويف من هذا الشيخ طيب ماذا تسرع يا أخي؟ مجرد ما تستيقظ؟ صلي بعض الناس هدان الله إياه يسهق يا أخي الصلاة الفجر قال صلي بإذن الله نصلي ولا يصلي في الغالب وإذا كان لديه سفر أو رحلة أو كذا يا نام مبكر ما شاء الله وضع عشرين منبه صحيح ولو تنظر في سيرة السلف يا أخواننا إحنا قلنا طريقة السلف ليست كلمة تقال باللسان لابد يصدق العمل يقول أربعين سنة لم يؤذن المؤذن إلا هو في المسجد هذا السلف عندنا رجل ذهب إلى قرية وكان كل ما يدخل المسجد يجد هذا الرجل العجوز ما دخل المسجد إلا وجد هذا موجود في المسجد في ليلة من الليالي جاء أرب لم يأتي النوم قال اليوم أسبق هذا العجوز دخل المسجد في الساعة الثالثة من الليل مسجد مظلم فتح الباب وقال بسم الله عندما فتح الباب وقال بسم الله وإذا هذا الشاي في وسط المسجد يقول لا إله إلا الله قال والله ما أسبق يا أخوان أنت ترى صدق بعض الناس يعني ترى تقول هذا عجوز وشايد ما يعرف والله بعضهم ما يعرف حتى منبه اعتاد على فصله شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن عبدالهاب البنة رحمه الله منذ أن يقول أن بلغت كذا الصلوات وصيام الاثنين والخميس الحج العمر لم يترك هذه أبدا اعتاد على هذا أخوان هذه حياة المسلم الصلاة الصلاة وجعلت قرة عيني قال في الصلاة أنت الآن ماذا تريد من الكافر أخوان تريد أن نصلي مع الجماعة هل أنت تصلي مع الجماعة الصلاة الجماعة فوائد ذكر الشيخ بن عبدالله رحمه الله تعالى قريب من ثلاثين فائدة في الجماعة اجتماع الأمة مقصود تنظر في حال الفقرة تتعلم كيفية الصلاة أمور أمور كثيرة جدا صلاة الجماعة إذا نام عن صلاة الظهر بغير تفريد استيقظ مثلا ساعة كم يؤدينا الظهر استيقظ الواحدة والنصف وقال ذهبت علي الجماعة وكذلك الدرس أنا إلى الساعة الثانية يصح يصح لا أشتع لأنه لم يخرج هنا وقت الصلاة لكن في الصورة الأولى خرج وقت الصلاة مفهوم طيب نعم استقبال القبلة لا بد من استقبال القبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفريغة وفي النافلة إلا أن النافلة في السفر تصلى حيث توجهت به الداب أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو كان يمشي يصلي على اتجاه الذي تكون فيه السيارة أو القطار أو الراحلة أو يمشي نعم تهى الحمد لله تفضل طيب تدرك الصلاة بإدراك ركعة تدرك الصلاة بإدراك ركعة كما تدرك الجمعة الآن الآن لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة ماذا يصنع يأتي بعد أن يسلم الإمام بكم بركعة واحدة إذن أدرك الصلاة بإدراك ركعة أي صلاة صلاة الجمعة وكذلك صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة ولو أدرك من الصلاة ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك وقت الصلاة لكن المنافق يؤخر الصلاة حتى يصلي الصلاة في آخر الوقت إذن تدرك الصلاة بيدراك ركعة كما أن الجمعة تدرك بيدراك ركعة إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشاهد الأخير ماذا يصنع؟ سلي أربع ركعات يعني ظهر نعم ليست في جمعة طيب نام بغير تفريض مثاله خرج هذا الأخ في سفر ورجع متعب وضع المنبه ونام نام السال عاشرة صباحا استيقظ الساعة السادسة مساء فات على هذا أي صلاة صلاة الظهر والعصر والمغرب ثلاث صنوات فالآن متى السيقظ وجب عليها أن يقضي يقضي الصلوات مرتبة يعني يصلي أولا الظهر ثم العصر ثم المغرب وبعد هذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء إذا لابد من قضاء الصلوات الفائتة على التغتيل متى يسقط التغتيل إذا كان جاهل جاءنا هذا الأخ قال الله المستعى البارحة أنا دخلت إلى المسجد ولم أصلي المغرب وصليت العشاء مع الجماعة ثم بعد هذا صليت المغرب لماذا؟ قال والله ما أدري عن هذا الحكم إلا الساعة فهذا نقول صلوات الصلوات التي يعني ذكرت أنه صلى المغرب العشاء ثم بعد هذا المغرب صحيحة ولا أشكى لأنه جاهل هذا الأول الثاني نام عن صلاة الفجر ودخل المسجد والإمام في صلاة الجمعة ماذا يصنع يقدم الفجر ينوي الفجر هنا ذهبت عليه الجمعة فماذا يصنع يدخل مع الإمام بنية الجمعة سقط عنه الترتيب لإدراك الجمعة مفهوم هذا الحالة الثائل أول جاهل الثاني إدراك صلاة الجمعة إدراك صلاة الجمعة الثالث نسي كبر مع الإمام على أنها صلاة العشاء بعد أن صلى ركع مع الإمام تذكر أنه لم يصلي المغرب كيف يدخل بنية العشاء لو قلب النية هنا بطلة العشاء والمغرب أي نعم ما يستطيع أن يغير النية هنا فماذا يصنع نسي هنا يكمل هذا على أن العشاء ثم يصلي المغرب أو جاهل وناسي فوت صلاة الجمعة الرابع خاف خروج الصلاة الحاضر الآن الناس في صلاة المغرب الآن وهو لم يصلي الفجر والظهر والعصر الله المستعان فماذا يصنع الآن قال لو أخذت صلي هذه الصلوات يخرج وقت صلاة المغرب فماذا يصنع يصلي المغرب أولا ثم بعدها يقضي الفجر ثم الظهر ثم العصر طيب هناك أماكن يحرم أن نصلي فيها من يعرف هذه الأماكن التي لا نصلي فيها أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور أي كل الأرض إلا أوقف يا أخي المغرب نعم المغرب فتح الله عليك ما يمكن ما يمكن تصلي بين القبور ولهذا لو وجد قبر في مسجد ماذا نصنع ننظر من الذي تعدى نقول هذا القبر موجود قبل المسجد إذا المتعدم المسجد يزال المسجد نعم طيب بنية المسجد ثم دفن فيه فلان من الناس ماذا نصنع ننبش القبر يعني ناخذ تراب أكمله ونضعه في المقابر إذا ما يصح أن يصلي في المقبرة أو على المقبرة إذا كان عليها بناء قلنا لا يصح البناء عليه لو كان عليها بناء لا يصح أن يبني على القبور ولا أن يصلي فوق هذه البناء ولا إلى القبور يعني يجعل القبور هي القبلة ويصلي إليها ما يصح أيضا إذا في المقبرة وعلى المقبرة وإلى المقبرة المقبى هذا لا يصح وفي الحمام لماذا لأنه مكان نجس نجاسي أصلا نعم وفي أعطان الإبل نعم وغيره طيب الأرض المقصوبة الأرض التي أخذها من إنسان ظلمة هذا نقول له لابد أن تخرج من المظالم وترجع هذه الأرض لو صلى في هذه الأرض على ما يذكر الشيخ بن عزيزي رحمة الله تعالى الصلاة صحيحة لكن هو آذن لأخذ المال هذا بغير حم نعم طيب إذن لا يصلي في الحمام لأنه مكان نجاس إذن كل مكان فيه نجاسة من يصلي فيه هذا الذي تكلمنا عنه بدن وبقعة وثوب وفي أعطان الإبل وفي المقابر وعلى المقابر وإلى المقابر صحيح أما الصلاة في الأرض المقصوبة على ما يذكر الشيخ بن عزيزي رحمة الله تعالى أنها صحيحة طيب يا أخوان صلاة جماعة ماذا تصنع إذا أردت المجيء إلى المسجد تتطهر في بيتك نعم تتطهر في بيتك وتلبس أحسن الثياب تخرج إلى الصلاة والأولى أن تخرج إليها ماشية لا راكبة إلا إذا كان البيت بعيد لا أركب ولا إشكال يمشي إليها بسكينة ووقاق في الهيئة وفي الحركات يعني ما يصح أن يأتي إلى المسجد ومشمل أو مثلا يرفع القترة هكذا أو تجد معه الجهاز جوال نعم أي نعم نأتي الآن بعد الصلاة إن شاء الله وهو داخل المسجد أنت مقبل إلى بيت من بيوت الله لو أنت مقبل على بيت ملك من الملك ما تصنع هذا صحيح إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني ما يجري يهارويل ثم هم يريد الذهاب إلى لعب الكرة وكذا مسجد يأتي عن السكينة والوقاق في الهيئة وفي الحركات يعني يقول حتى لا يكثر من الانتفاة انتفت وكذا فإذا دخل إلى المسجد إذا أراد الدخول إلى المسجد المكان الذي يضع أكرمك الله فيه النعل يضع معه الدنيا لا بيع ولا شراء في المسجد ولا إنشاء ظالة نعم ولا غيره الدنيا يتضعها في المكان الذي يتضع نعليك هناك في الخارج تقدم الرجل اليمنى في الدخول وتقول الدعا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واليسرى في الخروج والدعا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة تدخل مع الإمام في أي هيئة كان الإمام عليها راكع ساجد قائم في التشهد الأخير تدخل ومن الخطأ ومخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يدخل والإمام في التشهد الأخير فأقول تعال 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 ماذا تعال نشج مع ثاني آخيها أو لا ومستعد في أوقات يقدموا الصلوات وفي أوقات يأخبروا الصلوات على ما يحب لن تجد مسجد على وجه الأرض إلا ولا بد أن يكون هناك شيء بين الإمام المؤذن أو بين الإمام المصلي لأن الشيطان موجود يريد أن يفسد علينا هذا الاجتماع وهذه الصلوات فإذا دخلت والإمام على أي هيئة تكبر تكبيرة الإحرام لو كبرت تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود دخلت أنت لم تدخل في الصلاة أصلاً هذا إذا وجدت الإمام قد شرع في الصلاة ثم إذا سلم تقضي ما فاته إذا أدركت الإمام راكعاً تعتد بهذه الركعة قائم أو راكع تعتد بهذه الركعة وإلا فقد فاتت الركعة وإذا دخلت إلى المسجد وجدت أن الصلاة لم تبدأ بعد أذن ودخلت إلى المسجد ماذا تصنع يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تكبر مباشرة وتصلي ركعتين وبعض الناس هدان الله إياه يدخل حتى يسمع هذا المؤذن السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر